فيلمنا بيبدأ في مدينة برلين مع شاب اسمه بنجامين وكان بيتكلم في التليفون ويكون خايف جدا ويقول له تكشف ويدخل قوضة في فندق ويلاقي كل اللي فيها ميتين فبيسل النصر الشرطة وهناك بيحكي قصته اللي حصلت معاه وبيحكي بنجامين عن نفسه انه لما كان طفل كان نفسه يبقى عنده قوة خارقة لكن في الحقيقة كان شخص طوائي وشفاف ومحدش بيتكلم معاه بس بيقوله انه كان شايف ان دي قوة خارقة في حد ذاتها وبيحكي بنجامين ان قصته مأساوية اكتر من اي حد وده لان بواد خل عنه وسافر اول ما تولد وامته كمان انتحرت وهو عام ثمان سنين وانه بقى عايش مع جدته اللي ربته هو صغير ودلوقتي هو اللي براها بعد ما كبرت وبيقوله ان من هنا بتبدأ حكاية بطل خارق بعد ما اكتشف ان قدرته الخارقة في عالم الكمبيوتر وبيبقى اول مرة يحس انه يقدر يعمل حاجة باتقام وبيسمى نفسه وقع معي واللي ترجمتها انا مين وبيفتكر لما كان شغال عامل توصيل بيتزا وبيلبس لبس يضحك في الناس بالتاريق وبيحكي ان عالم البرمجة كان صديقه الوحيد اللي بيكون مستمتع معه جدا لحد ما بيكتشف عالم الديبويت واخيرا بيحس نفسه انه جزء من مجتمع شبهه وبيقباله وبيحترمه بتعامل معاه بعكس الواقع اللي رفضه وبيقول بنجامين انه عارف ان فيه مبرمجين كتير اشطر منه في عالم الديبويت لكن بيبقى عنده قدوه واحده بس وهو اكس اس ام واللي مفيش حد بيكون قدر يكشف هويته لكن قرصة الديبوي بيعتبره الاب الروح ليهم لدركته انه بيقدر يجيب لهم ادوية من نشاطة المنصدلية بسهوله ده على اعتبار انه ده رسم لاي هاكر وبيتكلم بنجامين عن اول مرة قرر ينقل فيها نشاطاته للارض الواقع وبيحكي لمحاققها انه في يوم كان بيوصل بيتزا للمكتب اللي في بنت اسمها ماري واللي بيكون موجب بيها من ايام المدرسة وبيسمعها بنجامين واصحابها بيقولولها انها عايزة حد يجيب لها اسئلة المتحانة عشان تنجح فبتتاري اميره وبتقولهم انها كلمت ايرومان لكن هو مش فاضي وماري واصحابها بيشوفه بنجامين وهو لبس لبس عامل لتوصيل بيتزا واللي بيكون شكله مضحك جدا وبيفضل التاريق عليه بس ماري الواحدة اللي بتكون ساجتها وبتاخد منه البيتزا وبتعامله كويس على عكس صاحبها اللي ما كانش عاوز يديله فلوس اصلا وقبل ما بنجامين بيمشي بيقول لها جملة مشهورة لأيرومان بس ماري ما بتفهمش اصده وبيتاري عليها اصحابها فبيسمهم ويمشي وساعتها بيقرر ان يسرق الامتحانات لماري وبتخيل انها تفرح جدا وتعفو حبه لا وكمان هيتجاوزه ويعيشه في سبات ونبات ويخالفه صبيان وبنات وخلاص رسم حياته مع ماري وبيقرر انه يتسلل للجامعة ويخترق السيستم ويسرق الامتحانات لكنه بيبقى على الله حكايته بيتقفش وبيتعاقب عقاب كده على الماشي وده لانه معدوش اي سجل اجرامي وعقابه هو عباره عن انه يشارك في عمل اجتماعي زي تنظيف الحضائق مثلا وبيقول انه ساعتها قابل واحد اسمه ماكس واللي بيسأله عن سبب عقابه بيكون اول مرة حد يتكلم مع بنجامين لانه شخص مطوئي ومش متعاود يكلم مع اي حد وبيستفزه ماكس عشان يتكلم فبيقول له بنجامينه انه اخترق السيستم متاع الجامعة فبيسأله ماكس او بيعرف يقرأ لغة الالات بيقول له انه يقدر يعمل كده بسهولة جدا ماكس او بيكونش مصدق بس بيفرح جدا وده لانه هو كمان مبرمج وبيعزمه على حفلة بالليل وبتقابله هناك وبيعرفه ماكس على اصحابه اول واحد وهو بول وده مترابه في دار ايتام بعد ما امامته ماتت وببسط ابو الورنية والتاني بيكون استفند وده بيكون مبرمج محترف وكمان بيحب هرقات الشقلبة على القش وبيسموه سيد بتاع القش اه السيد البرمجيات وما فيش ولا واحد فيهم مصدق بنجامين انه بيفهم في نغة الالات وبيطلبوا منه انه يزبط لهم كلامه ساعتها بنجامين فتح السيطرة من على الازاز ونزل شغل على الجهاز وفي لحظات بيقدر يقطع الكهرباء عن المنطقة كلها طبعا بينبهر وبيبقوا منصطين بيه وساعتها بتجي الشرطة وبنجامين بيرجع الكهرباء بسرعة وبينزلوا جاري لكن ماكسي بيقولوا ان الشرطة مش جايله هو وبنعرف ان البيت اصلا مش بيت ماكس وما فيش ولا واحد في الحفلة يعرفه وبالصدفة بنجامين بيشوف ماري وبيعرف مع صاحبة ماكسي والشلة ساعتها ماكسي بيلبس الليل الواحد وبيشور عليه ويطلع ويجره والشرطة بتطلع وراهم بس بقدروا يهربوا منهم وماكسي بياخد الشباب ويخلع وبينجامين بيفضل مع ماري وبتقوله انها فاكرة من ايام المدرسة وتفكره لما المدرس قفل عليه ومشي وبتشكره على الصهر الحلوة دي وبتروح ولما بنجامين بيرجع البيت ما بيلاقيش جدته بينزل جاري يدور عليها في الشارع لحد ما يلاقيها في وسط العربيات فبياخدها المستشفى ودكتور بيقوله ان عندها زهايمر والكلام ده من اربع سنين وانها لازم تفضل في المستشفى لانها محتاجة عناية خاصة بنجامين بيكون زهران جدا لانه ملهوش غيرها وبيضطر يرجع البيت وهو في المترو بيقابل ماكس وبيقوله ان جدته هتكون كويسة وبيخلي بنجامين يجي معاه وبيحكي بنجامين انه على الرغم من انه هو وماكس مختلفين تماما الا ان بينهم حاجة واحدة بس مشتركة وهي حبوم الام ار اكس واللي عشان يوافق انه يتعامل مع اي حد لازم يكون عنده ثلاث قواعد اساسية القاعدة الاولى ان هدفك لازم يكون مستحيل والقاعدة التانية استمتاعك ما يكونش في العالم الافتراضي وبس والقاعدة التالتة هي انك تكون وتأكد ان مفيش نظام امن مية في المية وبيتكلم ماكس وهو بيدور في صندوق الزبالة بيلاقي فيها فطورة المطعم قريب وبيقول لبنجامين انه هيفهم كلامه دلوقتي وساعتها بيدخل ماكس بالفطورة وبيقول اللي عامل انه هياخد قطعتين زيادة على الفطورة وبيتكلم بكل ثقة كأنه صاحب المطعم اللي عامل بيخاف منه وبيديله الاكل بنجامين مش مصدق اللي بيحصل وبيقعب جدا باللي ماكس عاملوا على الجراءة اللي هو فيها وده على عكسه لانه كذان جدا بنجامين بيمشي مع ماكس ويروح على جراشه وبيقابلوا بولو استفان ويسرعوا عربية بنجامين بيبانع لي القلق والخوف لكن استفان بيقولهم انه هيرجعها تاني وبيتحرقوا كلهم بالعربية وبيوصلوا لقاعدة مؤتمرات وبنتكون المهمة اختراق الجهاز المتحدث باسم دولة الدينمارك واللي هيقدي المهمة دي هم استفان وبينجامين وبرضو بيكون قلقان ومش فهم اي حاجة وبيدخل استفان ببطاقة مزورة والحارس مش بيرضى دخل بنجامين وده لانه مش مع ابطاقة بس استفان بيقوله انه متحدث باسم الدينمارك وده لان بنجامين بيعرف يتكلم دينماركي فبيصدقوا الحارس ويدخلوا استفان بيثبت كاميرا في وسط المكان عشان يصوره اللي بيحصل ومهمة بنجامين انه يخترق الجهاز المتواصل على البروجيكتور في القاعة وكالعادة بيكون متوتر لكن بيقنع نفسه انه محدش شايفه وبيمشي لحد الجهاز وبيخترقه وبيشوف واحد من العمال لكن بنجامين بيكون خلص وبيطلع يجري هو استفان وبيقعدوا كلهم في العربية ويتفرقوا على اللي بيحصل وبيكون المتحدث الدينماركي بيعرض عمل على البروجيكتور والمفروض انها حاجات مفيدة للشعب الالماني وفجأة بيظهر فيديو جنسي بيصير لهتلر وبيتعصب الجمهور اللي في القاعة بيشتغلوا المتحدث باسم الدينماركي ماكس هو والشباب بيكونوا في العربية ومفترضوا اضحكوا على اللي حصل وفجأة بيخرج الناس اللي في القاعة بيجروا وراهم بعدما يعرفوا انهم السبب وكانوا لسا يمسجوهم بس ماكس بتحرك بسرعة بالعربية وبيقدروا يهربوا وبيكمل بنجامين قصته المحققة وبيقول لها ان دي كانت بداية مجموعة كلوينز او المهرجين وانهم اختاروا الاسم ده لان المهرج لابس قناع وفي نفس الوقت بيستنتع باللي هو بيعمله وبيقدر فريق كلوينز انهم بيختاروا شركات كبيرة وكل ده علشان يوصلوا للعالم صورتهم الحقيقية زي انهم بيكتبع شركة فارما انها بتقتل الحيوانات وده علشان يوصلوا الحقيقة للعالم وبيقول بنجامين ان ماكس ما كانش راضي عن اللي بيعملوه وبيبقى اعوز اهداف اصعب علشان يلفت انتباهي بخدوطه MRX اللي اول ما تسأل عن مجموعة الكلاوينز يتريق عليهم لانهم بالنسبة ليه ولا حاجة ماكسي بيكون متعصب من اللي قاله وبيكسر اي حاجة تقابله بيروح للمحققة اللي بتبقى قاعدة مع بنجامين في مركز الشرطة وبيكون اسمها آن وبتمع محققة متخصصة بجرام الانترنت وبتكون مكلفة بمهمة وبتكون مكلفة بمهمة واقية انها تقبض على مجموعة شبه مجموعة الكلاوينز والمجموعة دي اسمها فرينز او الاصدقاء يعني علشان كاي بتكلف انا بمهمة الكشفة عن مجموعة الكلاوينز وبيحكي بنجامين للمحققة انهم قدروا يختاركوا برنامج مسابقات من خلال انهم يسمحوا البرنامج انه يستقبل رقامهم وبس وكسبوا عربية بورش لكن بول الوحيد اللي متدايق لانه مش شايف ان فيرسالة ممكن توصل العالم من خلال السرقة وبتتحاول حياتهم طول الوقت الحفلات وجرام اختراق بعدها بنجامين بيقرر ان يعترف لماري بحبه وبيحاول يكون شجاع زي ماكس بيروح لماري المكان اللي هي فيه وبيحاول يبوسها لكن مش بتكون الطريقة المناسبة لماري وبتتضايق وبتسيبه وتمشي وبينزل بالراحة عشان يعتذر لها لكن بيلاقي صديقها اللي التاري عليه قبل كده وقفه بيضربه وبيقول له يبعد عن ماري وبيقدرش بنجامين يضربه وبيكمل بنجامين المحققان انه ساعتها اكتشف انه مفيش حاجة فيه تغيرت وانه جبان زي ما هو وفيهم ماكس بيلاقي ام ار اكس بعتلهم رسالة واللي بتكون عبارة عن تسريب لتحقيق من تحقيقات الشرطة عن مجموعة الكلاون وبيكون محتوى التقرير انهم اطفال وانهم مش تابعين لالعاب الكبار وانه هي مجموعة الاصدقاء وبتنعرف ان ام ار اكس بعتلهم التقرير مخصوص علشان التاريق اللي هما بيعملوه ساعتها ماكس بيتعصب وبيقرر يعمل حاجة اكبر من اللي بعملها ام ار اكس شخصيا بينجامين بيقترح عليهم انهم بيختاركوا جهاز المخابرات السري نفسه وبيعجب فريق الكلاونزي بالفكرة وبيقررون اننفذوها وبيدخلوا المبنى بالليل وبتكون مهمين بينجامين اختراق نظام اللي اطفالته والطباعة ومهمة استفن تعطيله الكاميرات وبيقول فصل الكهرباء عن المكان وماكس مسح المعلوان بيخلص كل واحد مهمته بس منجامين بيتاخر عليهم شوية وبيخلصوا ويمشوا وبعدنين المجموعة كلها بيروح علشان يحتفلوا وبنجامين بيشوف ماري في الحفلة وهي بترقص مع صاحبها فبيشتموا بنجامين اول ما بيشوفه بيشوفه صاحب بنجامين معاه فبيخافه ويرجع ماري بترقص مع بنجامين وبيفرح جدا بيها وبيدخل الحمامه لما بيرجع بيلاقي ماكس بيخونه وبيدخل في علاقة مع ماري فبيتصادب بنجامين من اللي بيشوفه وبيمشي وبيرضيش دخل اي حد من المجموع بيته وده لانه بيكون مكان تجمعهم فبيشتموا ماكسو بيقوله انه ولا حاجة من غيرهم لكن بنجامين بيظهر عكس ده وبيثبت انه الازجى بينهم لانه لما كان في مركز المخابرات لقي معلومات خطيرة واللي بتكون عبارة عن اسماء كل العملاء السريين اللي بيكونوا متجندين من قبل المخابرات بقارن بعتها الامقر اخصى علشان يثبت له قدراته وتاني يوم المجموع بتجي البيت علشان يصالحوا بنجامين بس بنجامين بيتخانم مع ماكسو وبيتهم انه بيحب يلعب بالناس بس فجأة بيسمعه في الاخبار عن موت واحد من الهكرز واللي بيكون اسمه الحرك كريبتون وبيكتشف بنجامين انه كان واحد من العملاء السريين اللي كشف عن اسمهم وان المخابرات كانت مجندلة عشان يكشف حقيقة وبيتضيق بنجامين من اللي عمله وبتبقى مجموعة الكلاونز المتهمة بسرقة معلومات خطيرة عشان ما يبقوش على قيمة المطلوبين او السبب في قتل كريبتون فبتسأل محققة ازاي بقى يقدر يختاركوا جهاز اللي هو يعتبر اكبر هاكر في العالم فبيقول لها بنجامين انهم بعد اللي عملو في المخابرات قدروا يكسبوا ثقة وطلبوا منه انهم ينضموا المجموعة الاصدقاء فبيتقرر اللي يكلفهم بمهمة تانية لكن في اليوروبول او في الشرطة الاوروبية وبتكون مهمتهم انهم يوصلوا بالسيرفر الرئيسي للمركز وساعتها يكون جهاز ام ار اكس مفتوح ليهم وممكن يكشفها ويته الحقيقية وبيكمل بنجامين لانهم ساعتها قرروا يتخلصوا من كل الادلة اللي في البيت ويحرقوا البيت نفسه قبل ما ينفذوا عملية اختراق اليوروبول وبيسافروا كلهم لمدية لهاي واللي بيكون فيها مقرر الشرطة الاوروبية وبيحكى بنجامين انهم فضلوا ايام يدوروا على طريق الاختراق شبكة الشرطة الاوروبية او التسلل للمكان نفسه لكن ملاقيوش اي صغرة وفي مرة بنجامين بيشوف بنت خارجة من المركز وبطاعة منها بطاعتها واللي بتكون بتاعة زيارة فبياخدها بنجامين وبيخبها من المجموعة وبيكون ماكس اتصابه هما بيحاولوا يلاقيوا طريق الاختراق للمركز وفي البيت بيحس بنجامين بالذنب ناحية اصحابه لانه هو السبب في انهم بيكونوا على قيمة المطلوبين فبيقرر يعمل المهمة بنفسه وبيقرر يدخل مركز الشرطة الاوروبية لبطاعة الزوار اللي للاقاها وبيقنع بنجامين حارس الامن والدنيس المحفظة بتاعته جوه وبيرفض الحارس ان بيدخله لانه خارج المعادة الرسمية وكده لكن بيتأثر لما بنجامين بيقوله ان بابا هو ميت وقمته في الجيش وبيكون في اثار للدربة على وش بنجامين بتساعده في التمثيل بتاعه بيوافق الحارس وبدخل بنجامين وبيتكون الخطة هي تثبيت جهاز في قاعة الاجهزة بيكون الجهاز ده عنده القدرة انه يقرأ اي داتة على اي جهاز اول ما يتصل بالشبكة وبيتكون دي اداء ادها ام ار اكس بنفسه البنجامين وبيقدر بنجامين انه يختارك سيرفر الشرطة الاوروبية وبيكون مستعد الام ار اكس اول ما يتصل هو كمان السيرفر يختارك جهازه لكن ام ار اكس بيرفض الالتصال وساعتها بيكشف خطة بنجامين وبيقدر يصوره لحد عنوان الاي بي بتاعه وبيبعت ناس عشان تقتله لكن بنجامين بيقدر يهرب منهم وبيكمل بنجامين كلامه المحققة ان وبيقولها وهو حزين ان ام ار اكس كسب اللعبة وخليه يخسر كل حاجة وبنرجع لأول مشهد في الفيلم وبنجامين بيدخل القدرة بتاعته بيلاقي كل اصحابه مقتلين وساعتها بيتقرر يسلم ناس من الشرطة علشان خايف يموت وبيطلب مقابلة المحققة ان وبيقولها انه مستعد يسلمها ام ار اكس لكن في مقابل هاوية جديدة تماما ويدخل برنامج حماية الشهود وبتقوله انها اصلا مقوفة عن العمل لكنها هتحاول تعمل كده بمساعدة صادقها وصادقها ده هو جزها السابق وبعد اضغطي من انا على جزها بيوافق وبيبدأ بنجامين خطوته في الكشف عن الام ار اكس من جديد بس المرة دي ما عندوش حاجة يخسرها وكمان انت امل لأصحابه اللي تقتله وبيقدر بنجامين ينتهي لشخصية ام ار اكس ويبعت رسالة لكل الهاكرز باسمه وبيقولهم انشاءات عنه زي انه متعاون مع الوخوارات وانه كشف عن هوياتهم وعمل كده عشان يجرح كبراء ام ار اكس وبسبب زكاء بنجامين بيسيب الام ار اكس مسيضة يقدر يكشف عن هويات بنجامين من خلالها ولو وقع ام ار اكس في المسيضة هيقدر بنجامين يختارك جهازه بسهولة وفعلا بيقع ام ار اكس في المسيضة لانه بيكون مركز في انه يرجع كرامته بين الهاكرز وساعتها بيتكشف وبتقبض عليه وبينجامين بيكون عمل زي ما ماكس قاله بالظبط وهو اختراق البشر نفسهم وبنروح لان اللي قدرت تقمد على الام ار اكس وبترجع لشغلها تاني وبتبقى قاعدة مع بنجامين اللي هيدخل برنامج حماية الشهود وياخد هوية جديدة لكن فجأة بتشوف في ايده نفس الجرح اللي قال لها علي انه في ايد ماكس وبتشوكه في كل القصة اللي قالها فبتقرر تتأكد بنفسها من القصة فبتروح لماري البنت اللي بيحبها بنجامين وبتسألها لو شافت بنجامين قريب وبتكون ماري اصلا مش فاكراه فبتزيد شكوك اان اكتر وبتروح لدكتور جديده في المستشفى واللي بيحكي لها التاريخ المرض لعليب بنجامين وبتعرف ان مامته ماردة نفسيا وانها متحرق بصير بالترابط عدد الشخصية اللي عندها وبتسأل الدكتور اذا كان المرض ده وراسي وبيقول لها فعلا انه وراسي بتروح اان الشقة اللي كان قاعد فيها بنجامين وبتلاقي علبة واحدة بس من المنشطات والمفروض تكون اكتر لان المفروض ان فيه اكتر من شخص في البين وبتتأكد اان ان بنجامين مريض نفسي وساعتها بتروح تواجه بالحقيقة وبيتصد بنجامين وبيقعد يعيد وبيقول لها انه مش شبه مامته وبتقول له اان انها مش هتقدر تدخله برنامج حماية الشهود وبيفضل يزعى ان مجموعة الاصدقاء كده هتقتله زي ما قتلت اصحابه ساعتها المحققة قام بتتأثر بكلامه وبتقرر انها هتساعده باي طريقة فبتخليه يختارك السيرفر وبتاع الشرطة ويدخل نفسه في برنامج حماية الشهود ويقدر ياخد هوية جديدة لنفسه وبتوصله قام بنفسها عشان يسافر ويبدأ حياة جديدة واخر حاجة في الفيلم بنكتشف ان اصحاب بنجامين اللي هم مبونو وماكسو وستيفان لسه عايشين وان كل ده كان من تخطيتهم بعد ما ام ار ايكس اتكشف عن عمويتهم هواية جديدة لكل اصحابه وبتكون مالي كمان من ضمن الخطة واللي بتكون حبيبته اصلا وبيقدر يسافر كلهم يبدأوا حياة جديدة بالبعاد عن القرصانة والهاكرز ما تنسوش تعملوا في الول القناة علشان تشوفوا كل الدين هشوفكم على خير